وكما نعرف أيضاً وكما ربما قررنا أنه رح يكون فيه تخصصات جديدة ومستجدة ولأول مرة فلو تحكينا قليلاً عنها نعم هناك تخصصات جد مهمة وجديدة بالنسبة لفيدوخل سبطوم 2022 أولاً التكوين متوج بشهادة الدولة مثلاً تقني سامي في الإنتاج الصيدلاني مبرمج عن طريق التمهين على مستوى ولاية الجزائر التكوين التأهيلي التلحيم تحت الماء على مستوى ولاية الطرف وكذلك التكوين متوجة بشهادة الدولة تربية الأسماك في الأحواض في ولاية تيب الشروة من راسة تربية المحار مبرمج عن طريق التمهين في ولاية تيبازا استصناع بالمخرطة ذات التحكم الرقمي مبرمج عن طريق التمهين في ولاية سيدي بالعباس استغلال أنظمة التزويد بالماء الشروب مبرمج عن طريق التكوين الحضوري في ولاية سكيهدا والتكوينات التأهيلية تلحيم أنابيب البيترول وهي مهمة جداً مبرمجة في ولاية الأغواط زراعة الفطر مبرمجة في ولاية المدية وعلاج وتحويل الجلود الخام مبرمجة في غردية أكد لك بلي هذه التكوينات لأول مرة في قطاع التكوين والتعليم المهني هذه نظرة التخصصات وهناك كذلك التخصصات فيما يخص الفلاحة والأمن الغرائي كذلك الطاقة المتجلدة البناء كل هذه التخصصات المهمة راح تركز عليها إن شاء الله نعم يعني أستاذ هذه التخصصات عفواً راح تكون موزعة يعني عبر ولايات الوطن حسب يعني وش تتوفر في تلك المنطقة مثلاً في الجنوب ربما كانت الحيم للبترول نعم أنابيب البترول في تيبازا قلتنا المحار وغيرها يعني من الولايات في التعرف يعني في التخصص مناسب للولاية نعم كما تفضلت بسؤالتك إسراتيجي القطاع وكذلك نحن نقول بأن في تعليمات تعليمات 2 تعليمات 3 المؤرخة في 2 ديسمبر 2022 الصادرة عن سيد وزير التكوين والتعليم مهني الدكتور ميراب ياسين تحث على تخصيص التكوينات حسب المناطق مثلاً نعطيك منطقة سياحية راح تكون فيها نركز على الفندقة والسياحة نعطيك مثلاً المناطق الفلاحية نركز على الفلاحة